موسيقى صباح الخير للقاهرة والناس نشرة صباحية جديدة إليكم أبرز العناويل الرئيس من فاريس الشعب المصري لا يقبل الدكتاتورية حرصون على إقامة دولة مدنية حديثة بإذن إسرائيل ملايين قطر لمتطرفين في غزة إسماعيل يتفقد الأقصر برصة لندن في القاهرة قطع المياه عن بنها قريبا الإنجاب من الدمى الجنسية قصر ذهبية لإحراق مالك تايلند وإليكم تفاصيل النشرة تتواصل اليوم زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرانسا والتي شهدت أمس أول قمة بين الرئيس ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث عقد الرئيسان جلس مباحثات ثنائية في قصر الإيريزي لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتباحث حول الملفات الإقليمية ووجه الرئيس في المؤتمر الصحفي عقب القمة عدد من رسائل قوية لأوروبا ومن يتحدثون عن انتهات حقوق الإنسان في مصر قائلا الأوضاع في المنطقة العربية تختلف تماما عن أوروبا المستقرة نحن في منطقة مضطربة كاد الإرهاب أن يقضي عليها لينطلق بعد ذلك للعالم كله وشيرا إلى أن مؤسسات الدولة تتعامل مع تنظيمات الإرهابية وفق القانون وفي ظل محاكمات عادلة مضيفا حارسون على إقامة دولة مدنية حديثة وأكد رئيسا أن الشعب المصري لن يقبل بأن يكون هناك أي شكل من أشكال الممارسة العنيفة أو الديكتاتورية أو عدم احترام حقوق الإنسان محذرا من بعض التقارير الكاذبة التي تصدرها بعض المنظمات خاصة وأن هناك تنظيم مناوئ لمصر ينشر أمورا غير حقيقية وتساءل الرئيس من يتحدثون عن حقوق الإنسان لماذا لا يتحدثون عن حقوق أسر الشهداء والمصابين مضيفا ليس لدينا تعليم جديدة أو خدمات صحية جديدة فلماذا لا يسألون عن الحق في التعليم والحق في العلاق وإن حقوق المواطنين الذين فقدوا الاستقرار والقطاعات التي تضررت ومنها السياحة التي يعمل بها ثلاثة ملايين شخص من جانبه قال رئيس فرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا تدافع عن حقوق الإنسان على إنها قيم عالمية لا يمكن أن يكون هناك شك بها ومقتنع بأن مصلحة الرئيس السيسي أن يؤكد الدفاع عن حقوق الإنسان لكنه وحد يحكم على هذه الظروف حسب الأوضاع المصرية متابعا حريص على سيادة الدول ولا أقبل أن يعطيني أي رئيس دروسا في إدارة بلدي ولا أعطي دروسا للآخرين وأنذر ما آلت إليه الأوضاع في العراق وليبيا قد أردنا أن نعطي دروسا خارج السياق وأن نقضي على نظم سياسية لم تكن تتفق معنا في القيم ولكن ماذا كانت نتيجة عدد أكبر من العنف والقتل والتطرف وتنصيق قطري صهيوني لإشعال المنطقة فقد سمحت السلطات الإسرائيلية لمسؤول هيئة الإعمار القطرية محمد العمادي دخول قطاع غزة عبر معبر إيرز ومعه مبلغ 14 مليون دولار أمريكية لتسليمها إلى التنظيمات المتطرفة في قطاع غزة حيث اعتدت الدوحة على إدخال مبارغ مالية ضخمة إلى غزة تحت غيطاء إعادة الإعمار في حين أنه يتم توجيه الجانب الأكبر من تلك الأموال لصالح التنظيمات المتثرفة التي تستهدف أمن سيناء وتركز قطر جهودها على دفع المزيد من الأموال بهدف إفساد الجهود المصرية الرامية إلى استكمال إقراءات المصالحة الفلسطينية وتستفيد قطر من تمييز علاقاتها مع إسرائيل لتحقيق هذا الهدف يرى الشريف إسماعي رئيس الوزراء اليوم اجتماع الحكومة الإسبوعية لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية وتقارير الوزراء المختلفة كان مجلس الوزراء قد وفق في اجتماعه الماضي على مشروع قانون المرور الجديد مع إحالته إلى مجلس الدولة تمديداً لعرضه على مجلس النواب وذلك بعد استفاء كافة الملاحظات من جانب الوزارات والجهات المعنية بعدها يتوجه رئيس الوزراء لمحافظة الأقتصر في زيارة تستغرق يوماً لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة مستهلاً الزيارة بلقاء أعضاء مجلس النواب عن المحافظة والمسؤولين التمفيذيين لمتابعة مطالب النواب ومقترحاتهم تمتد اليوم زيارة وفد من مجموعة بورسا لندن إلى القاهرة لدعم تنمية البورسا المصرية وربط الحكومة والشركات بأسواق لندن وهي واحدة من أقوى مصادر الاستثمار الدولية لرأس المال في العالم وقال السفير بريطاني بالقاهرة جون كاسن إن الأسواق المالية في لندن تمنح مصر فرصة فريدة وجاءت مجموعة بورسا لندن إلى هنا لمساعدة مزيد من الشركات على الوصول إلى رأس المال الاستثماري اللازم لبناء مصر الجديدة وتنمية قدعة البورسا المصرية على مساعدة الشركات على النمو وقلق الاقتصاد الذي يولد فرص العمل والاستقرار ويخلق مستقبلاً أكثر إشراقاً لكل مصريين للتطوير وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والكبتية على البدء في مشروع متكامل لدرء الخطورة عن المبانئ الأثرية بمنطقة باب العزب بقلعة صلاح الدين الأيوبية يأتي هذا المشروع ضمن سلسلة مشاريع الترميم والتطوير التي ستبدأ فيها الوزارة في منطقة القاهرة التاريخية خلال الفترة القليلة القادمة ويتضمن حفظ مؤقت ودرء الخطورة عن المبانئ الموجودة ومشاريع الترميم متكاملة لباب العزب وثلاثة منبانئ حوله والساحة والسلالم الخارجية للباب كما يشمل أيضاً توثيق تاريخي وأثري كامل للمبانئ الأثرية بالمنطقة وهي باب العزب والسلالم ومنحدر النقل والتي تعود لعصر الواري محمد علي باشا والمبنى الهيكلي للباب الشمالية من القرى التاسع عشر والساحة والدرج ومبنى هيكلي من عصر الخديوي إسماعيل إلى أهالي بنها أعلنت شركة مياه الشربو صرف الصحي بالقليوبية عن عزمها قطع المياه في مدينة بنها اليوم نظراً لأعمال غسيل شبكة المياه والخزان العالي من الساعة التاتعة مساء وحتى الساعة الخامسة فجراً وأهابت الشركة جميع المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع قريباً أغرب إنجاب فقد كشف مطور أول دمية جنسية في العالم إنها ستتمكن من الإنجاب قريباً إذ يتوقع سيرجي سانتوس مستقبلاً أن يتذوق البشر والآلات مع استخدام تكنولوجيا لخلق النسل وقد بدأ المهندس الإسباني بالفعل العمل على وسيلة لتحقيق هذا الهدف من خلال مزق عقله مع الدمية التي خام بتطويرها والتي يطلق عليها اسم سامانثة وقال سانتوس باستخدام الدماغ الذي قمت بإنشائه بالفعل سأقوم ببرمجته حتى يتمكن من الحصول على قيم أخلاقية بالإضافة إلى مفاهيم الجمال والعدالة والقيم التي يمتلكها البشر لذا سيكون الحصول على طفل من هذا الروبوت بسيط للغاية كثير بالذكر أن الدمية سامانثة مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعية وتتميز بشعر بني داكن وعيون خضراء كما إنها قادرة على التقارب العاطفي ومغطى بأجهزة الاستشعار التي تستجيب للمسة الإنسان بعد عام من الحداد تبدأ اليوم مراسم تشيع غثمان مالك تايلند السابق في قصر استغرق بنائه 12 شهرا منذ وفاته بتكلفة إجمارية بلغت 30 مليون دولار أمريكية وحشد المجلس العسكري في تايلند عددا كبيرا من المهندسين والمعماريين والمصممين والحرفيين لبناء هذه المحرقة الذهبية باستقبال الجنازة الملكية للملك الراحل والذي تعتبر الثقافة الشعبية التايلندية ظلا بشريا للآلهة على الأرض توقع خبراء هيئة الأرصاد القوية أن يستمر تقص اليوم معتدلا على كافة الأنحاء نهارا لطيفا في أول الليل ماء للبرودة في آخره وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد كما تظهر الصحب المنخفضة والمتوسطة شمالا تكون متكاثرة على السواحل الغربية يصاحبها تقوط الأمطار ورياحة أغلبها شمالية غربية معتدلة نشرتنا انتهت نتمنى لكم صباحا صافيا ويوما إيجابيا وإلى لقاء اشتركوا في القناة